بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نرى العمليات على الأعداد الناطقة وهو درس مقدم للثالثة متوسط احسب ما يلي ثم اكتب الناتج على شكل قصر غير قابل للاختزال اتمنى منكم ان تتابعوا الفيديو جيدا وان تركزوا جيدا معي لان اغلب التلاميذ يواجهون مشكلة في العمليات على الأعداد الناطقة خاصة مثل هذه الاعداد التي يكون فيها الاشارات مثل هنا ا تساوي ناقص 2 على 3 ناقص 3 على ناقص 5 هنا الاشارات تربك معظم التلاميذ لذلك ارجو منكم ان تتابعوني جيدا لدينا العبال العدد بي اللي هو 3 على 5 ناقص 2 على 5 في ناقص 3 على 2 والعدد سلي هو ناقص 2 على 3 زائد ناقص 5 على 6 قسمة ناقص 4 هذه الاعداد سوف نشرحها نحاول ان اشرحها بالتفصيل لذلك تابعوني جيدا وذلك انطلاقا من العبارة ا او العدد ا اول شيء اول شيء كيف نقوم بالشروع في هذه العملية اول شيء اريد منكم ان تفهموا شيء وهو دائما دائما كي تكون عندكم عملية مثل هذا الشكل لازم تتخلصوا من الاشارات هي الاول يجب علينا التخلص من الاشارات لماذا لكي لا نجد صعوبة في العملية بعد ذلك هنا ماذا نفعل نلاحظ ان العدد الناطق الاول شو تابعوني معي هذه الطريقة سوف تساعدكم كثيرا في العمليات الاعداد الناطقة العدد الاول يجب علي ان اتركه باشارة واحدة هنا نلاحظ اثنان على ثلاثة قبله كم من اشارة اشارة واحدة معناه نكتبه كما هو الان لم اتحدث ابدا عن توحيد المقامات وانما اتحدث عن الاشارات الان العدد الثاني اللي هو ثلاثة على خمسة كم قبله من اشارة لاحظ جيدا واحد هذه الناقس ثم ماذا الناقس الثانية ثم الناقس الثالثة اللي قبله ثلاثة اشارات معناها ها هو العدد الثاني ثلاثة على خمسة يجب علي هذه الثلاثة اشارات ارجعها اشارة واحدة كيف ذلك وذلك بالاعتماد على القوانين التي درسمونها في اول سنة التي تخص ضرب وقسمة اعداد نسبية لاحظ اشارات هنا لدي ناقس 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 دائما ماذا نفعل نضع حرب الاشارات ما معناه حرب الاشارات معناه يجب علي ان اتخلص من هذه الاشارات لدي الناقس مع الناقس هذه ضرب اشارتين الناقس مع الناقس ماذا تعطيني تعطيني زائد بقسمة اشارتين اخطر درسته في اول السنة ان الناقس في الناقس او الناقس قسمة الناقس تعطي لك زائد ودرستم ان الزائد في الناقس او الزائد قسمة الناقس تعطي لكم ناقس لاحظ الناقس مع الناقس كم تعطي لنا زائد وهذه الزائد مع هذه الناقص كم تصبح الزائد في الناقص ها هي الزائد في الناقص كم تعطي ناقص نقول في او قسمة نفس الشيء القسمة وقدر نفس القانون معناها الزائد في الناقص كم ناقص معناها هات ثلاثة الاشارات غد يعطوني اشارة واحدة اللي هي كم ناقص فقط هاته الاشارة شوفوا شو هذه الطريقة فاش بسيطة بسيطة انها تخلصك من جميع الاشارات الناقص مع الناقص زائد الزائد مع الناقص ناقص ودرس ثم درس اخر لهو لاحظ جيدا معي درس اخر اه اللي هو يجد عدة عدد نسبية معناه لو تكون لديك هاكذا مثلا ناقص في الناقص في الناقص هكذا ماذا تصبح هذه كنتوا 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 تحسبون عدد العوامل السالبة واحد اثنان ثلاثة ثلاثة هو عدد فرضي معناها الناتج سالب معناها تحسبوش حالكين مناقص إلا كان عدد فرضي فهو الناتج سالب إلا كان عدد زوجي مثلا كم هنا يكون يعطيوا لكم كم هناك 4 عن ناقص 4 عدد زوجي 4 عدد زوجي معظه الناتج موجب هنا هذه القواعد تساعدنا كثيرا في التخلص من الإشارات معناه لدينا 1 2 3 3 فرضي هذه طريقة ثانية 3 فرضي معناه 3 فرضي الناتج السالب لاحظ جيدا كيف كان العدد وكيف أصبح بتبسيط الإشارات الآن نتشرع في توحيد المقامات الآن لكي نوحد المقامات نضرب هذه في خمسة وهذه في ثلاثة المقام في المقام ولما نضرب في البس في المقام نضرب في البس ولما نضرب في المقام نضرب في البس فكم تصبح النتيجة لاحظ جيدا حذاري لكي لا نقع في الخط أكتب هذه الناقص وهذه الناقص هالكسر الأول وهالكسر الثاني الكسر الأول كم أصبح اثنان في خمسة أو العدد الناطق الأول كم أصبح عشر على خمسة عشر والثاني كم أصبح تسعة على خمسة عشر فكم تصبح النتيجة لدينا طر عددين نسبيين عددين ناطقين لهم نفس المقام ماذا نفعل نحتفظ بنفس المقام ونطرح بسطيهمة ناقص 10 ناقص 9 كم هي ناقص 19 هنا لدينا في الاصل هذه هذه ناقص 10 بش تفهمها مليح ناقص 10 ناقص 9 هي معناتها كم هذه زائد ناقص 9 هاكدا هاتي الكسبة هاتي الكسبة غير كيف كيف ومعناها لدينا جمعة جمعة دين نسبيين لهم نفس الاشارة. نحتفده بنفس الاشارة نجمعه البسطة نجمعه المسافتين. هنا تستطيعون ان تستعملوا الالة الحاسبة تضعون فيها ناقص عشرة ناقص تسعة مباشرة. هذه تكسبوها في الالة الحاسبة. اللي ما يعرفش يكسب هذه في الالة الحاسبة كما هي. ناقص عشرة ناقص تسعة قد يسعطي لك ناقص تسعة عشرة. بهذه الكيفية. الان هذا هو الناتج تسعة عشرة خمسة وكسر غير قابل للاختزال. هذه طريقة بسيطة. الان سوف نقوم بحل العبارة ب او العدد ب. لاحظ جيدا معي العدد ب. ركزوا جيدا. هو عبارة عن سلسلة. فيها الطرح وفيها الضرب. ب تساوي لدينا ثلاثة على خمسة لاحظ جيدا. ناقص اثنان على خمسة في ناقص ثلاثة على اثنان. هكذا. الأولوية هنا. هنا الاولوية للضرب. اولوية للضرب معناتها ضرب كسرين أو ضرب عددين ناطقين ثلاثة على خمسة هذه نكسبها كما رأها حذاري لا ننساها الناقس ها هي الآن ضرب عددين ناطقين البسط في البسط والمقام في المقام هنا عدة طرق حذاري هنا عدة طرق لاحظ جيدا هذا الناقس ها أنا كسبتها لما أكتبها معناه لاحظ جيدا هاكا لاحظ جيدا ندير هاك لاحظ اثنان في ناقس خطر كسبت الناقس لو كان ما كسبتش الناقس صحا وين كسبت الناقس هنا لاحظ اثنان في ناقس ثلاثة كم تصبح ناقس ستة هذاري هاكذا خمسة في اثنان كم عشرة هاكذا بهذه الكيفية الآن أضع هادان القوسان لماذا لكي أفرق هذه الناقس مع هذه الناقس فقط هذا ما كان الآن لاحظ جيدا قلت لكم الآن الإشارات الإشارات عندي مشكل الإشارات أقول لكم دائما الكسر للناتق ليقبلها إشارة واحدة لاحظ هذا العدد الناتق قبلها كم من إشارة لا توجد ما عندها قبلها زائد مخفية ما يهم من إيش هذا قبلها إشارتين لاحظ السالب والسالب لاحظ جيدا من الأحسن من الأحسن أرجعها إشارة واحدة أكتب الكسر الأول هكذا والسالب مع السالب موجب هكذا ستة على عشرة بطريقة بسيطة جدا هكذا معناه ماذا فعلت فقط هاد موجب من جات جات منا سالب سالب الآن تحصلت على كسرين بسيطين ثلاثة على خمسة زائد ستة على شارة لو تلاحظون أن هذه الطريقة تساعدنا على التخلص من الإشارات لاحظوا العملية كيف كانت وكيف أصبحت الآن توحيد المقامات هنا لكي نوحيد المقامات ماذا سوف نفعل سوف نضربه هذا خمسة نضربه لأن عشرة من مضاعفة خمسة خمسة نضربها في اثنان وثلاثة نضربها في اثنان واللي يضرب خمسة في عشرة وهنا عشرة في خمسة صحيح الفرق أنه كيف يضرب هنا خمسة في عشرة وهنا عشرة في خمسة قد تحصل على كسر قابل للاختزال في بعض الأحيان الآن ماذا نفعل تساوي نتيجتها هي الزائد نتيجة الكسر الأول نتيجة الكسر الثاني كله كسر في موضعه هذا كان في اللول خليه في اللول هذا كان في الثاني خليه في الثاني باش ما تخلص عليكم الأمور هذه ستة لاحظ جيدا خمسة في اثنان عشرة ستة على عشرة الآن جمع عددين مناطقين أو جمع كسرين لهم نفس المقام نحتفظه بنفس المقام ونجمعه البسطين ستة والستة اثنى عشر لاحظ جيدا هذا اثنى عشر على العشرة هو كسر قابل للاختزال ما من الاختزال مع انتها نقسم البسط والمقام على نفس العدد اول عدد بالديوبيه هو ماذا هو اثنان مثال نقسم على اثنان هكذا نختزل على اثنان بطريقة بسيطة الآن تساوي كم تساوي اثنى عشر على اثنان كم ستة عشر على اثنان كم خمسة لانه هو قال الناتج على شكل كسرين غير قابل للاختزال هو من الاحسن دائما ان تختزلوا الناتج دائما دائما اختزلوا الناتج الآن لاحظ جيدا مع العدد سي العدد سي لاحظ جيدا من الافضل كيراكم تتابعوا معايا الفيديو من الافضل تحلوا انتم موحدكم ومن بعد تشوفوا في كيفية الحل وتشوفوا واش عندكم صحيح ولا خطأ سي سي ارجو منكم ان تقوموا بحلها وحدكم قبل الانتهاء من الفيديو لاحظ جيدا ناقص خمسة على ستة قسمة ماذا ناقص اربعة هكذا الآن لاحظ جيدا الاولوية لمن الاولوية للأقواص بطبيعة الحال اولوية هنا الاولوية لهذه الاقواص اقواص فيهم جمع بما ان فيه جمع يجيبوا علينا توحيد المقامات يقول لي نعم وحد المقامات لكن حذاري هنا عندنا الناقص والزائد قلت لكم الكسر خليوا قبلها اشارة واحدة فقط اشارة واحدة فقط انا يا باش ما نتخلش مع الاشارات غادي نكسب كل هذا هذا قبلها اشارة نكسبه كما ره ناقص اثنين على ثلاثة هذا قبلها اشارتين لاحظ الموجب والسالب كم يعطيني يعطيني سالب كيكونوا مختلفين سالب خمسة على ستة قسمة ناقص اربعة لاحظ هنا تخلصت من هذه الاشارتين فقط مادرة ثلاثة واحدة المقامات مادرة الجمع مادرة سطح فقط تخلص من الاشارة الآن نوحد المقامات نلاحظ ان ستة من مضاعفة ثلاثة يوجد عدد نضربها في ثلاثة واعطيني ستة هو شحان واثنين نضرب التحت في ثلاثة والفوق في ثلاثة حذاري هنا ما نقلعش الاقواس لماذا ما نقلعش الاقواس يخطر ما زال مدرش عملية ستطرح لخطر نوحد فقط المقامات لاحظ جيدا تصبح في البسط ناقص اربعة على ستة ناقص خمسة على ستة قسمة ناقص اربعة حذاري كاين بزاف فيكم اللي يدير هاد الغلطة يدير هاك حذاري 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 هنا تمشي لك الاولوية للقسمة وهذا خطأ همارم ديرينا الاقواس هنا لذلك الاقواس ما نقلعش سوى لدرس عملية ستطرح تساوي الآن نبقى نخدمي داخل الاقواس داخل الاقواس داخل الاقواس تحت الزوج نتاع الكسور يعطيني فقط عدد واحد فقط كسر واحد او عدد ناطق واحد الآن لهم نفس المقام ماذا نفعل نحتفظ بنفس المقام ونضع ناقص اربعة ناقص خمسة كم تساوي ناقص تساوي جمع عددين نسبيين لهم نفس الاشارة تعطيني مباشرة ناقص الساعة هنا كاين البعض اللي يقول لك باللي ما تستعمش الآلة الحاسبة الى غير ذلك من الاحسن ما تستعمش الآلة الحاسبة ولكن بالنسبة للتلاميذ اللي ما ينسي إنساء والقاعدة تعجم عددين نسبيين مختلفين لهم نفس الاشارة يستعين بالآلة الحاسبة لان بحد ذاتها هي كفاءة كاين تلاميذ اللي من الآلة الحاسبة ويخرج لك النتجة خاطئ بما أنها مسموحة في شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا نستعملها واللي يحفظ القاعدة يخدم بالقاعدة الآن قسمة لا ننسى قسمة ناقص اربعة هكذا الآن تحصلت على ماذا تحصلت على قسمة عددين ناطقين الآن هذين العددين القسمة ماذا تقول لك القاعدة تقول لك احتفظ بالعدد الاول ناقص تسعة لستة والقسمة ردها ضرب وقلب هذا دي له المقلوب الضرب في المقلوب وفي الأصل على واحد هذاري فتصبح واحد على ناقص اربعة هكذا بهذه الكيفية الآن لاحظ لاحظ جيدا معي هذه الأقوة سأني ديرها غير باش تفهمه كمون هذا القوس لا داعي له لا يوجد مشكل هذا درته باش هذا فيما تتخلط لش مع الناقص فقط ماذا تقول لك القاعدة تقول لك اضرب البسطة في البسطة والمقام في المقام ناقص تسعة في واحد ناقص تسعة هذاري تنسوا هذا الناقص لأن السالب في الموجة بسالب ستة في ناقص أربعة كم ناقص أربعة وعشرون بطريقة بسيطة جدا الآن انهيت لم أنتهي بعد لاحظ جيدا معي ماذا سوف نفعل الآن يجب علينا أول شيء الإختزال والتخلص من السالب سالب 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 على السالب يجعلك موجة في أول السطر تستغني عليه ونقوم بالإختزال هذا يقبل على ماذا على ثلاثة وهذا على ثلاثة على اثنان تسعة علات قبل على اثنان معنت على ثلاثة تعطينا الفوق ثلاثة والتحتة 24 على ثلاثة تعطينا ثمانية بطريقة بسيطة جدا الاختزال لن ندير دروس على الاختزال. بهذا نكون قد أنهينا من الحل المفصل لهذا التمرين او العمليات على العدد الناطقة. مع انها تابعوا الفيديو بتماعون. انا من وجهة نظري شاهدوا الحل انتاع العبارة ا او العدد ا والعدد ب والعدد س قوموا انتم بالحل وبعد ذلك انظروا الى التصحيح وتشوفوا روحكم واشي قبطتم الفيديو هذا ولا ما قبطتوش. اه اتمنى لكم حض موفق.